السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس دورة برمجة موقع للتوظيف بتقنية ISP.NET MVC تعرفنا خلال الحصة الماضية على كيفية تصميم الجزء المتعلق بعرض هذه القوائم خلال هذه الحصة إن شاء الله سوف نبدأ الجانب البرمجي من هذه العملية خاصة المتعلق بتعديل الحساب يعني مثلا هذا اليوزر المسجل للدخول الآن لو يريد مثلا أن يعدل الباسورد الخاص به أو يريد أن يعدل اسمه أو يريد أن يعدل الإيميل أو يعني أي معلومة موجودة لدينا متعلقة بهذا اليوزر يمكن له أن يغيرها ينبغي أن نسمح له بتعديلها من خلال الضغط على زر تعديل الحساب فيتم نقلنا إلى صفحة أخرى تسمح له بإدخال هذه المعلومات طبعا أحبتي في الله ندخل إلى المشروع بالنسبة لمعلومات التشجيل أو معلومات اليوزر هي نفس المعلومات التي نطلبها عند الاشتراك لو عملنا تسجيل الخروج ثم في الاشتراك فالمعلومات التي نطلبها من اليوزر هي هذه المعلومات يسمى المستخدم والبرد الإلكتروني وكلمة السر ثم تأكيد كلمة السر يعني نبغي أن نسمح له بتعديل القيم الثلاثة يسمى المستخدم والبرد الإلكتروني وكلمة السر هنا أحبتي في الله لا تذكرون معي في عملية تسجيل الاشتراك كنا قد استعملنا view model اسمه register view model لو أتينا إلى نأتي أولا هي موجودة هنا في account view model لو أتينا إلى account view model الموجود في مجرد الموديلز وبحثنا من خلال control F عن register view model هذه هي أحبتي في الله هذه هي الكلاس التي تسمح لنا بعرض الفورم الخاص بعملية التشجيل يطلب مننا اسم المستخدم ونوع الحساب والبرد الإلكتروني هنا أصحح البرد الإلكتروني وهنا message error إذا كانت الباسورد يعني صغيرة أو كبيرة هنا طبقنا string length ثم هنا confirmation يعني كانت الباسورد غير متوافقة نفس الفورم تقريبا أحبتي في لسا نحتاجه من أجل عملية تعديل الحساب سنأتي أحبتي في العركز معي سأتي وأنسخ محتوى الregister view model أنسخها كلها ما في مشكلة أنسخ الregister view model كاملة أعمل لها copy ثم آتي أسفلها وأعمل paste ركزوا ما يبارك الله فيكم يعني أنشئ كلاس جديدة view model جديد مثل ومثل الregister view model لكن بدل الregister view model سأسميه edit profile view model يعني تعديل الحساب view model يعني عبارة عن كلاس يجمع بيانات من مجموعة من الانتيتيز تمام هنا بالنسبة ليوزر يستطع أن يعدل اسمه هنا نوع الحساب لا يعني خلاص أنت ناشر تبقى ناشر أنت باحث عن شغل تبقى باحث عن شغل تمام هنا البريد الإلكتروني نعم نسمح له بتعديله هنا كلمة السر الجديدة نكتب هنا كلمة السر الجديدة ثم تأكيد كلمة السر الجديدة أيضا لا بد أن نطلب من اليوزر حتى نتحقق من أن المعلومات موثوقة ينبغي أن نطلب منه الباسورد القديم كلمة السر القديمة لذلك سأتي وأنسخ هذا هذه البروبرتي كاملة وأعملها copy ثم هنا أسفل البلد الإلكتروني أعملها control v هنا كلمة السر القديمة أو الحالية لأنه لم يعدي لها بعد أسميها current password تمام هنا الباسورد الجديد يمكن أن أسميه new password ثم هنا confirm password يتم قارنتها بالحقل المسمى new password يعني أبدل هنا new password تمام هنا هذه error messages يمكن أن أغيرها ما في مشكلة يعني بدلا أن تظهر باللغة الإنجليزية تظهر باللغة العربية ما في مشكلة هنا مثلا the password and confirmation password don't not much يمكن أن أبدلها إلى النص الذي أريد أقول له مثلا كلمات السر المدخلة غير متوافقة الرجاء رجاء رجاء أو رجاء قم بتصحيح مثلا تمام هنا مثلا يمكنكم أن تضعوا النص التي تريدون يعني هنا الطول إلى ذلك نفس الكلام هنا ما يهمنا ما يهمنا نحن الجانب البرمجي أما هذه النصوص يمكنكم وضع النصوص التي تشاؤل في حال الفاليديشن تمام بعد أن أنشأنا هذه الكلاس ما هو دور هذه الكلاس أحباتي فلا ذكرنا بأن دورها هو القيام بعملية التعديل يعني حينما نعمل تعديل للبروفايل يظهر لي الفورم بهذه الكفية يحتوي على هذه البرو بارتيس طيب كيف نتعامل مع هذه إذن احباتي فلا سنأتي ولنشيء اكشن ما دمنا نعرض فيو إذن سنحتاج إلى اكشن تقوم بعرض الفورم إذن نأتي إلى الكونترولر الموافق وغالبا يمكن أن نضع في أي كونترولر نريد لكن المكان الأنسب لها هو الاكاونت كونترولر لأن لا علاقة بالأكاونت بالحساب أدخل إلى الاكاونت كونترولر أبحث مثلا عن ريجستر هنا وأضع هذا أسفلها مثلا آتي أسفل ريجستر هنا أحباتي لا مثلا أو في أي مكان تريد له مشكلة وأنشئ اكشن بابليك اكشن ريزلت نسميها مثلا ايديت بروفايل هذه تعمل في مثلا فيو ثم اكشن أخرى تعمل في حينما نعدل البيانات تستقبل من نوع ايديت بروفايل ونسميه مثلا بروفايل تمام هنا سنحتاج إلى عرض الفورم الخاص باليوزر الحالي يعني معلومات اليوزر الحالي أول شيء لابد أن نحصل على الخاص بهذا اليوزر طبعا تعلمون كيف نحصل على اليوزر سنأتي ونعلن عن متغير نسميه يوزر عيدي يساوي ماذا اعتقد المسألة واضحة احباتي في الله يساوي يوزر تباب دوت ماذا دوت عيضان تيتي ثم دوت يوزر عيدي هذه لابد أن تكونوا قد حفظتموها لأننا استعملناها مؤخرا بشكل كثيف ثم سنأتي وفار مثلا يوزر يساوي ماذا يساوي دي بي التي يمثل الذي يمثل قاعدة البيانات دوت اسم الجدول عندنا وهو يوزر ثم وير ونضع شرط البحث على طريقة لاندا اكسبريشن اي مثلا دوت اا اي دي يساوي ماذا يساوي اليوزر اي دي ثم الكل دوت سينجل اور ديفولت نريد أن نرجع سطر واحد وهو سطر الذي يحقق هذا الشرط يعني اليوزر الذي معرفه يساوي المعرف الخاص باليوزر الحالي تمام بعد ان نحصل عليه نأتي وننشئ ابجكت من نوع اديت بروفايل ديو موديل اديت بروفايل ديو موديل نسميه مثلا اه بروفايل ما في مشكلة ايضا يساوي ماذا يساوي نيو اديت بروفايل موديل ثم نمرر له البيانات التي نحتاجها البروفايل دوت يوزر نايم يساوي ماذا يساوي هذا اليوزر المبحث عنه دوت يوزر نايم ثم بروفايل دوت ماذا دوت ايميل يساوي ماذا يساوي يوزر دوت ايميل ثم بروفايل دوت باس اه لا الباسور نتركه فارغا طيب هذه المعلومة التي اعتقد اليوزر نايم والايميل والباسورد اه سنقم بالحصول عليه تمام يعني فقط نحتفظ هاتين القيماتين اما الباسورد القديم سنقم بمقارنته في عملية صمت حينما نعمل بوست وهنا اضيف الاشتي تي بي بوست اشتي تي بي بوست هنا في الاكشن التي تعمل في المسمات اديت بروفايل والتي ترجع لنا معلومات اليوزر الذي يسجل الدخول حاليا نأتي ونقوم بارجعها هذا الوبجيكت بروفايل نقوم بارجعه ريتورن بروفايل تمام ثم الان سنقوم ببناء الفيو المناسبة رأي تكليك على اديت بروفايل اد ديو هنا التيمبليت تكون على هيئة اديت ثم الموديل كلاس طبعا هو اديت بروفايل ديو موديل ثم نضغط اد هنا يقول نعمل ريبولت للبروجيكت ونكنسل ثم نأتي الى البروجيكت ريتكليك عليه ونعمل له بولت تمام بولت تقسيد ريتكليك من جديد على اديت بروفايل اد ديو ثم اديت تيمبليت وهنا اه بروفايل اد اسمنا اديت بروفايل view model ثم add one or more validation errors ما هي has no key defined entity is based on that has no key defined ما في مشكلة هذي حل و سهل يمكن أن نأتي في كل بسطة أحبت في الله إلى الأكاونت هنا this profile ونضيف إليها prop يعني حتى نتفادي هذا المشكل ونضغط مجديد على كنترول شيفت بي حتى نعمل بولد أو لا تكليك على البروجيكت بولد الاختصار هو كنترول شيفت بي تمام الآن نأتي إلى الاكشن رأي تكليك عليها ثم add view edit ثم edit profile view model تمام تم بناء الفيو بنجاح هنا الموديل منه edit profile view model ثم هنا سيعرض لنا اليوزر نيم والإيميل والباسورد الحالي هنا الباسورد الحالي بغرض التحقق من هوية المستخدم يعني مثلا لو أتى اليوزر المترك حسابه مفتوحا وأتى أحد الأشخاص وأراد أن يغير الباسورد فينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر نطلب دائما اليوزر الحالي قبل عملية تعديل أو تشينجين باسورد ثم نطلب منه إدخال الباسورد الجديد ونعمل له كونفيرميشن ثم هنا بالأسفل زر الحفظ هنا إذا كنت نستحجل الباكليست نحديث هذه الديف تمام نأتي على بركة الله لكن قبل ذلك لابد أن نربط edit profile مع المينو هنا في المين لايوت لا في اللوغين لأنه عبارة عن partial view مدمجة في المين لايوت نأتي إلى اللوغين ثم نبحث عن ونتعديل الحساب. هذه هي أحبة فلا تعديل الحساب. هنا الرابط نكتب هذا الرمز. هذا الرمز أحبة فلا. ثم عندنا هو الاكاونت. ثم ما هو الاكشن اديت بروفايل. ثم سيف. ثم نأتي ونستعرد. على الاندكس ونضغط على براوزر. هنا هذا الارور قد يظهر عند عند بعضكم أحبتي الكرام. هذا الارور يعني كثير التردد. هنا دو موديل يعني تم تعديل الموديل. طبعا نحن لا نريد أن نضيف الكلاس اديت بروفايل فيو موديل. لن نضيفها إلى الاتابيس. لذلك ينبغي أن هنا معناه هذا الخطأ. معناه أنه تمت إضافة موديل جديد. لذلك وجب التعامل مع المايغريشن. لابد أن نعمل للداتابيس. نحن لا نريد أن نضيف هذه الكلاس المسمات اديت بروفايل فيو موديل. لن نضيفها. لذلك ما الذي وجب علينا القيام به. الوجب أحبتي بالله أن نأتي إلى الـ Identity Model وهنا داخل على الـ Identity Models ونأتي إلى الـ Application DB Context وهنا ثم بالأسفل حيث يتم إضافة الجداول. سنجد Edit Profile View وهنا موجود. نستفي حاجة إليها نعمل تحديد للسطر. عفوا. التحديد للسطر ثم Delete. بكل بساطة. الآن إن شاء الله لن يظهر هذا الـ Error. نعيد التنفيذ من جديد. نغلق الصفحات السابقة. تمام. نأتي ونسجل الدخول. ثم نأتي إلى هذا اليوزر ونعمل له تعديل الحساب. تم نقلنا إلى الصفحة بنجاح. تم جلب اسم المستخدم. تم عرض الإيميل. هنا لا بد أن يدخل كلمة السرء الحالية ثم كلمة السرء الجديدة ويعمل لها كونفيرم. ثم حينما يضغط على سيف ينبغي أن نعدل البيانات الخاصة بهذا اليوزر. ملاحظة مهمة يمكننا أن نضيف صورة. هنا وضعنا هذه الصورة هنا. يمكننا أن نتعامل مع الصورة أيضا. لكن نحن لا نريد أن نطيف هذه الدورة لأننا أطلنا فيها كثيرا. وكيفية التعامل مع الصور وما إلى ذلك رأيناها في الوظائف. كيف نوضيف صورة الوظيفة كيف نعدي صورة الوظيفة. لذلك من تابع الدورة السابقة لن يجد أي صعوبة إن شاء الله في تطبيقها أيضا في هذا المكان. يكفي أن نأتي إلى الابليكيشن دي كونتكست هنا. وتحديدا إلى الابليكيشن يوزر كلاس. هذه الابليكيشن يوزر. وبالمثل ما أضفنا اليوزر تايب نأتي ونوضيف بابليك سترينج يوزر ايميج. مثلا صورة اليوزر. ونقوم بتخزين رابط الصورة في البروبرتي الجديدة. فهمتم كيف حبت المسألة بسيطة. ومسألة التعديل وحفظ الصورة في السيرفر رأيناها في إدارة الوظائف. jobs management وتحديدا في job controller يمكننا أن نطالعها الآن. لو أتينا إلى jobs controller سنجد ذلك. لاحظوا هنا في create. أضفنا الصورة في السيرفر وخزناها على مستوى الجدول. المسألة بسيطة أحبتي أنه نمرر فقط object من نوع http posted file base. الاسم الذي نعطيه هنا نعطيه للآدات في ال input file. ثم نتعامل مع الأمر بكل بساطة. ولمن شاء أن يطبق عملية إضافة الصورة لليوزر وتعديلها يعود إلى الدروس التي ذكرته الآن. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة أحبتي في الله ونلتقي في الدرس المقبل بحول له وقوته من أجل التعرف على كيفية عملية التعديل يعني post submit data. كيف نرسل البيانات إلى القاعدة البيانات بغير التحديث معلومات وموضعيات هذا اليوزر. نكتفي بهذا القدر. أدعو لكم جميعا بالتوفيق والاستداد ونلتقي في الدرس المقبل بحول الله وقوته. دام لكم البشر والفرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.